موسيقى ضيفنا النهاردة هو لاعب ونجم كبير قدر يستمر في الملاعب لحد دلوقتي بسبب تقلقه وثباته في الملعب واللي خلاه كمان يكون واحد من اهم اللاعبة على مدار مسيرته في الدوري المصري بس النهاردة هنطلع برى الملعب والتمرين ونوريكو حياة لعيب الكورة برى الكلام ده عاملة ازاي موسيقى 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 مشاهدين قناة الالي في كل مكان براحب بيكم وحلقة جديدة مع نجم جديد منوورني النهاردة كابتن حسن الشامي براحب بيك يا كابتن كل سنة ونتطيب رمضان كريم يعني هنتكلم هنتكلم كتير في حاجات كتير بس الأول خليني كده اعرف منك شايف المنافسة ازاي الموسم طبع براحب بيكم بقناة الالي موسيقى ومناورنا ورمضان كريم على الامة الاسلامية كلها نشو انضايين طبعا المنافسة للموسم ده صعبة جدا وشارسة جدا من دات سيزون واحنا مدركين ده بشكل كويس لكن احنا تحطينا في ظروف من السيزون اللي فات السيزون ده مش كويسة تغيير جهاز فني جهاز فني جديد جلنا وانتي عارفة كل جهاز فني بيبقى لي شغل خاص بي ومدرس مختلفة فعلى ما نستوعب شغل الكابتن عودة اخدنا وقت شوية لكن ان شاء الله عمدنا لعيبة كبيرة ولعيبة ليها أسامي كويسة جدا نفس الجيل الموجود ده ونفس المجموعة الموجودة وعدد أكبر منها قدرنا نحصل على مركز خامس قبل كده وقدرنا نلعب في أفريقيا وصلنا مركز رابع ولعبنا في الكونفدرالية فانا عندي سقوة ان شاء الله في ربنا سبحانه وتعالى وفي اللعيبة اللي موجودة وفي قدارة النادي كل الأدوات الموجودة تقدر تطمننا ان احنا ان شاء الله نقدر نمشي بشكل كويس بإذن الله لسه الدولي طويل واللي نفسه أطول هو اللي هيقدر يحقق الهدف في اللغة بيتمنى يا انت شايف المقاولين استنادي ممكن ان تحقق حاجة مش هقولك ان احنا نحقق حاجة معينة لكن انت دلوقتي في المراكز متأخرة جدا من الجدول انت تالت فريقين تحت فكل الهدف دلوقتي كل الشغل وكل التركيز من انت تخرج من المكان اللي انت فيه وتحسن ترتيبك في الجدول فده اللي احنا بنسعليه وده اللي احنا بنهدي فيه الفترة الجاية ان شاء الله هنرجع بقى شوية الوارو انت بدايتك يعني كلمني عن بدايتك في الكورة بشكل عام مين اكتشف ان انت لازم تكون لعيب كورة او حد قالك انت لازم تروح دلوقتي تعمل اختورات هتبقى لعيب كورة اه نسي انا من قاريا ريفية في محافظ كفر الشيخ المركز اللين من قاريا بسيطة قارية نشرت كنت بالعب في الشارع يعني ما فيش حد يعني فيش حد كان مسؤول عني لان والدي متوفي من قبل ما تولد ففكرة الكورة بلعبها هواية مش بغرض الاحتراف لكن بحب القورة من صغري جدا اه حد شابني في الشارع كده فتبنيني تبنى الفكرة اسمه عم نجاح عم نجاح الفيومي ده اللي تبنى الفكرة والله يعني انت كنت سالع في الشارع بالصدفة وحد شافك اه هو الراجل تبنى الفكرة وكان مقتنع بيها جدا هو راجل بسيط بس كان شاغل نفس بي قوي وكان بياخدني يعني ياخدني من الكاريا دي لأماكن مختلفة ان اعمل فيها اختبارات ومن الاماكن اللي انا عملت فيها اختبارات واتقابلت فيها كان نادي الزمالك من اول اختبار اه لان هو بيحب الزمالك جدا انا عم نجاح فاخدني عملت اختبارات وبعد ما قبلت في الاختبارات حسيت ان انا برضو انت عارفها الطفل صغير جاي من كاريا ورايح مدينة فالاجواء مختلفة عليه اه فما استحملتش الاجواء دي فكملت كم عندك كم سنة؟ كنت لسه صغير كنت لسه في اولى سانين كنت لسه في اولى سانين طب كنت حايب فكرة لعيب الكورة ولا برضو مكنش دماغك اصلا لا انا من وانا طفل ومن وانا عندي تسعة سنين لعبت مدرس كورة في مركز شباب الليب وانا من صغري حاطت هدف قدامي انا هبقى لعيب كورة حتى لو جاي من تحت الارض بقى لان انت خلي بالك جو المدينة غير الكورة والارياف خالص الموضوع مختلف والموضوع صعب جدا انت تيجي من تحت الفوق بيبقى موضوع صعب جدا فهي رحلة طويلة جدا رحلة كان فيها كفاح واصرار وعزيمة كبيرة جدا عشان اوصل لدور المتاز وانا لعيبت دور المتاز انا بقى لي 12 او 13 موسم دور المتاز انا لعيبت دور المتاز كمان متأخر فعارف قيمة يعني انا دلوقتي متواجد في دور المتاز فبقاتل بكل الطرق ان انا حافظ على استمراريتي ووجودي فالموضوع مكانش سهلي لكن كان حلمي وطموحي من صغري انا مش هطلح حاجة غير ان انا بقى لعيب كورة فكان طبيعي ان انا اشتغل وامر التجارب كتير جدا لكن هدافي الوحيد اللي ناشي معايا من صغري لحد النهاردة كان هو كورة القدم والحمد الله كملت يعني ومن المواقف الطريفة يعني ان انا جيت هنا لما اقولنا عراض وقبلت في الاختبارات وقالوا لي انا وفر لك كل حاجة بحيث ان انت تبقى موجود لكن برضو انا كان لسه برضو كنت محتاج تجارب اكتر وخبرات اكتر وحتاجت اكتر عشان اقدر اسيب اسرتي واسيب المكان اللي اتولدت فيه عشان اجي هنا في اجواء تانية مختلفة خالص كنت بطلع طبعا انتو طلعين من البوابة الرئيسية طلع جبل كنت بطلع الجبل ده يعني ماشي على رجلي فموضوع كان صعب جدا فحسيت ان في يوم الايام لازم اجي النادي ده وان شاء الله بقلعي في نادي المعول العرب وبدل ما بطلع على رجلي ان ان شاء الله اكون بطلع بعربيتي في المسافة دي كلها وكل يوم بادخل من البوابة النادي ده انا بفتكر الموقف ده فبحمد ربنا طبعا يعني المفروض ان انت تكون موجود في المقاولين وانت في ثلاثة سنوي وانا في الناشئ وانا صغير اه وما مروحتش الظروفي المادية ما سمحتش ان انا بقى متواجد هنا لان زي ما بيقولك انا كنت ولد وحيد على ثلاث انك تروح طب ما هم عرضوا عليك انك تقعد هنا المشكلة ان انا اللي بصرف على الاسرة انا بشتغل من وانا عندي خمس سنة وده موضوع يعني مش ناس كتير تعرفوا لكن اهلي او الناس القرآنين مني عارفين ده كويس انا اشتغلت من وانا عندي خمس سنة كنت اشتغلت عشان اقدر اوفر احتياجاتي او احتياجات اخوتي مثل ما اقولك انا اولد وحيد على ثلاث بنات فالموضوع وما فيش حد يعاول الاسرة ووالدتي برضو طبعا ده هي الوحدة كانت شالة الحملة فالموضوع كان صعب لها جدا فكان لازم اساعد معاها ففيه ظروف مادية او ظروف قدرية حالت بيني ان انا كون موود في الفترة دي لكن مع الوقت ومع الاسرة ومع الشغل الحمد لله تواجدت في المكان ده وروحت اماكن تانية واحترفت في بلجيكا فالحمد لله الواحد حقق التارجت اللي كان عايزه من صغر يعني طب بعد فترة بقى مسيرتك بقى في الكورة انت دلوقتي قلت لي انك عندك تقريبا سبعة وثلاثين او ثمانية وثلاثين سنة ثمانية وثلاثين سنة بعد بقى كل ده حاسس انك حققت اللي انت عايزه في الكورة طبعا الحمد لله طبعا بشكر ربنا سبحانه وتعالى كل انا كنت بتمنى اكيد يا موسي يا روزان في حاجاتك انت نفسك تحققها انا لحد النهاردة شغال يعني متواجد وشغال وكل يوم بيبقى عندي طموح اكتر وزافع اكتر وانا بجد طموحي ومجد دوافعي باستمرار لان الشخص اللي قدامك اللي هو انا ما عنديش الملكة دي مستحيل استمر في الملعب حتى مستحيل واحد يجب دوره ممتاز وانت 26 سنة كالعيب كبير يا كابتن لا بس ان انت توصل دوره ممتاز وانت 26 سنة ناس بتوصل الى 26 سنة يقول لك خلاص انا بطلت كورة انا خلاص ممكن يأس يفقد الامل لكن كان عندي اسرار وعزيمة ان انا هكمل في المشوار ده لحد النهاردة والحد النهاردة بجد الطموحي بجد الدوافعي وراضي جدا عن كل خطوة فاتت لكن برضو عندي جوايا بطموح ان انا حقق حاجات تانية اكتر سواء في الكورة او حاجات مرتبطة بالكورة او بعد الكورة لا طول ما فيها نفس انا عندي طموح والدافع والامل ان انا اشتغل وحقق حاجات اكتر بالتوفيق ليك احسن فترة بقى في حياتك يعني اخرين نتكلم احسن فترة في حيات كابتن حسن واسوأ فترة في حياتك هي طبيقة اي عمل في الدنيا بتمر بتجارب كويسة وتجارب تانية بتبقى صعبة مش هقول تجارب سيئة لان احنا اللي بيقدينا نخلق التجارب الكويسة ونخلق التجارب السيئة ممكن تتحط في ظروف وحشة وتقدر من الظروف الوحشة دي تخلق منها احسن حاجة فانا مرت في الكورة بتجارب كتيرة جدا كل التجارب انا استفدت منها بشكل كبير جدا بدايتي في الدور الممتاز من سموحة مرورا بقى بوادي دجلا تيرنا أوت في بلجيكا او انا وادي كتير لعبت فيه وكتور لعبت بالجونة والنتاج الحاربي المقولين ما قلق عليه خمس سنين كل التجارب استفدت منها بشكل كبير جدا وان كان التجارب كلها كنت بتشارك فيها بشكل أساسي ولعب الكورة حياته عموما هي المشاركة بشكل أساسي الفترة الانت ما بتشاركش فيها بشكل أساسي بتبقى فاترة قاسعة جدا وصعبة جدا وفيه ناس بتشعب الإحباب ولياس متى لكن الفترة دي من اهم الفترات اللي استفدت منها في حياتي رغب انها كانت فترة صعبة جداً في اللعب لكن استفدت منها بشكل كبير جداً كنت دايماً بحاول أشوف إيه الحاجات اللي نقصاني كنت دايماً برا الملعب فشايف الصورة بشكل أوضح فالفترة دي هي اللي حطت فيها حاجات خليتني أستمر بعد كده مع المقول العرب خمس مواسم بشارك أكتر من مئة عشرين مبارات في أربع مواسم فالحمد لله استفدت بشكل كبير جداً لكن من أفضل الفترات اللي أنا عاشتها كاحتراف كانت مع ودي دجلة ويعتبر ودي دجلة والما يقول العرب الانتين عندي في نفس الكافة بالضبط الانتين استفدت منهم بشكل كبير استفدت منهم في كل حاجة استفدت منهم مادياً استفدت منهم معنوياً اجتمعياً كان عندك كم سنة؟ وانا في دجلة كان عندي سبعة عشر سنة كنت العيب كبير فر اه في دجلة وكان والتر موايس هو اللي كان طالبني بالاسم المدارة بن جيكي كان ماسك ودي دجلة في الدول المتاز وقضيت معهم موسم جاد جداً بعد كده الدنيا وقفت هنا في مصر فسافرنا بلجيكا عملت موسم رائع هناك فالحمدلله انا في كل التجارب المريت بيها استفدت بيها بشكل كبير جداً وجاء لي عروض كبيرة من سواء من الاهلي او زمالك وكان اموم عرض الاهلي وانا في سموحة كنت لسه هكلمك على النقطة دي لعبت انت في نوادي كتير الاهلي مكانش قريب منك في اي فترة من المتاز جداً في الفترة اللي اول موسم اللي في الدارو الممتاز إلا حصل جاء لي عرض من النادي الاهلي وتواصله معي وانا كان ادي رقبيتي بصراحة ان اكون متواجد وانتي عارف انت لسه اول موسم ليك دارو ممتاز وبطول عمرك بتلعب في الدرجة التانية لما يجيلك عرض من النادي الاهلي فالموضوع كان بالنسبة لي حلم وحاست ان انا قريب منه ان اقدر حققه خصوصاً بعد ان المسئولين قاعدوا معي واتكلموا معي فحاست ان الدنيا قريبة جداً لكن فجأت بقى برد المهندس فرج عمر انه طلب مبلغ مالي ضخم جداً في التوقيت ده كان طالب 12 مليون جنيه وده رقم كبير جداً في التوقيت ده النادي الاهلي تعاقد مع الشديد اناوي احمد شديد اناوي بمليون جنيه وكانوا حققين اسماء كنت انا رقم واحد في التوقيت ده لكن فجأت ان انا كان احساسك ايه وقته؟ عملت تصرف مش حلو يعني انا عدت في البيت ثلاث شهور وقلت خلاص عبطت الكورة ودي برضو من الخبرات الاهلي بشكل شخصي طبعاً بعد الخبر ده ما تم اعلانه ان النادي رفض ان انا امشي لان كان جاي قاد لها عروض كويسة جداً كان جاي لعرض من النادي الاسماعيلي برضو بس ما كنتش متحمس بطريقة ان انا ان انا اخد مشكلة اعمل مشكلة مع النادي بسبب موضوع وجالي عرض من سامسون سبور توركي عن طريق كابتان عفة مصار وبرضو ما عملتش مشكلة لكن لما جالي العرض النادي الاهلي في التوقيت ده حاسيت ان انا كده وفرص كتير بتعفل مني فقعدت في البيت ثلاث شهور ورفضت تماماً ان انا اروح النادي تاني او اتمرن فبدأ يتواصل معي طب خلاص طرم انت بالنسبة لك الامور صعبة كده كان فضل لي ثلاث شهور بالزبط في النادي يعني خلاص انا بالنسبة لي ثلاث شهور او افريق فممكن امضي في اي نادي تاني فتواصل مع بعض ان النادي استفاد مني اي افادة مدي وكملت الموسم وبالفعل انتقلت النادي ودي دجلة دفعوا مبلغ رقم برضو كهيس في التوئيد ده ومشيت روحت ودي دجلة في التوئيد ده انت يعني لعبته قدام الاهلي كذا معتش طبعاً ما اللي بيميز النادي الاهلي عن اي نادي بتلعب قدامك بصي انا طبيعتي ان انا كل المباريات بالنسبة لي بتبقى مباريات كل اشافة بعضها لكن برضو عشان نتكلم كلام واقعي والناس تقتنع بيه برضو في الكورة فكرة ان انت بتلعب نادي كل يوم بدور على بطولة وبقى الموضوع صعب لان النادي ده كل يوم طموح مختلف دوافع مختلفه انا اتعملت كتير جدا مع لعيبة اللاعبت في النادي الاهلي ولعبت في نادي الزمالك لعيب نادي الزمالك وعيب منتخم مصر بيبقى مختلف مش كواليتي في الاداء الاقدمل فى الفكر وفى الزهن وفى التفكير. في العيبة النادي الاهلي بيبقوا ياخدي اخدهم بطولة وطاني يوم بتلقهم التمرين بيعطهم في المنوعة فاللعيبة دي دايماً هو بيلعب كل مباراة بالنسبة له هي مبارات بطولة فاللي بيصعب مبارات الأهلي إن هو دافع ده اللي عند اللعيب إن اللعيبة دي شايلة اسم جمهور وشايلة اسم مكان بدفعوا عن تاريخ عايزين كلهم حاجة أحسن فدي من الحاجات اللي بتصعب مبارات الأهلي دايماً فطبعاً أنا بابقى شايف فيه صعوبة كبيرة في مبارات الأهلي في حين إن أنا الحمد لله بابقى موفق جداً في معظم الجوارات سواء أهلي أو زمالك بابقى موفق جداً فيه يعني فدايماً لما بتلعب فريق كبير بيبقى الأمور صعبة لكن اللي عملت حاجة كويسة بتلعي نتيجة بتاعتها كويسة جداً كلنا عارفين طبعاً المدربين لديهم تأثير قوي جداً على لعيب الكورة ويعني بشكل أكتر بشكل نفسي أكتر كمان مين المدرب حسيت أنه هو ساعدك جداً أو فارق معك مش عايزة رود درد دبلوماسي بس والله العظيم بجد أنا عشان لا أنا عايزة إسم حد هو أنت هترد إسم حد أنا هقول لك بس أنا أنا مش مش موضوع رد دبلوماسي بس أنا فعلاً مفيش مدرب اتعاملت معا من بدايتي من وانا عندي تسع سنين فاكر الأسماء فاكر أول مدرب مرراني اسمه إيه كابتن هاب داود لحد آخر مدرب النهاردة الكابتن نحام داودة فأنا فاكر كل الأسماء اللي مرد بيها ويستفيد من كل المدربين دول ولما وصلت إلى مرحلة أن ألعب دور المتاز ويتعامل مع لفل أعلى بدأت أسجل وراء كل مدرب أي إلي المفروض أتعلم منه وإلى الأخطاء اللي مفروض أتلاشئها لأن كل مدرب كل مدير فاني عنده إيجابيات وعنده سلبيات وده طبيعي جداً طبمي المدرب بيعجبك طريقته بيعجبنا جداً كابتن عماد نحاس في طريقة التعامل مع اللعبة لأن الكورة مش مش تكتك وشوغل ملعب فقط لغيره كابتن عماد عنده الملكة إزاي يعرف تعامل مع اللعبة إزاي يديك مساحة وإنت المساحة دي إنت لديك حدود في الأول في الآخر إنت لعب كورة قرر أكيد فإنت لديك حدود خلق حالة جيدة جداً في قط اللبس وأنا كنت مضمن اللعبة اللي مددها مساحة كبيرة جداً في التعامل جوه قط اللبس يعني ممكن أدي رولز أحط رولز جوه قط اللبس فأو ملوش دعو بيها لو حد رجع له فيها أقول لا خلاص طرح ما حسن أتكلم في الحاجات دي خلاص أوكي دي حاجة بتاعيتك أنتو فكان دايماً مدد مساحة اللعبة الكبيرة فبيحسسك بمسؤولية أنت لما تتعامل مع شخص يديك مسؤولية كبيرة في ناس ممكن تفهمها غلط وفي ناس بتاخد المسؤولية دي بشكل أكبر بيتحمل مسؤولية أكبر فالمسؤولية اللي كان حطيتها علينا بقط اللبس كانت كبيرة جداً فكننا بنطلع أحسن حاجة والدليل على كده لما جلنا واحنا بالنفس على الهبوط كان عندنا سبع نقط في المركز الأخير أخذنا من المركز الأخير للمركز الخامس في نفس السيزون بدون أي ما يجيب أي تدعامات جديدة لاعب أو اثنين في انتقالات ينال الموسم اللي بعده قدرنا نحقق مركز رابعا نوصل للكمفيدراليا كل ده وبرضه ده بكلامه هو إن ده مش شغل تاكتك فقط لغير ده قط اللبس وقط اللبس مهم جداً جداً طبعاً لما كانت بتحصل أنا عارف أنا بقولك النازل لأننا كنت عمقرب وعارف كاساً أيوه أنا عارفها طبعاً لما كان بيحصل بطولة بتروح من الناد الأهلي أو بيحصل مكسار لحد أو حاجة بتلاقيهم الجمعين في بيت حد ويتغدوا مع بعض ويبدأوا ويتكلموا ولازم لأ لازم نغير للفترة الجاية نشتغل عندنا أخطأ في كذا وعندنا عيو في كذا ده مهم جداً ده روهم بعض بشكل شخصي بيساعد يعني لايب الكورة مش موظف انت مش بتروح شغل من الساعة 8 إلى الساعة 2 وتمشي لا انت في شغلانة أو الرياضة عموماً بشكل عام عايز ابتكار وإداء دايماً فلو انت كل يوم بنفس الفكر عمرك ما هتوصل لمرحلة من النمو والتطور بشكل كبير فلازم عشان توصل لده لازم يبقى عندك الدوافع تجديد الدوافع بشكل دائم يعني فالكابتنا مات كان عنده الملكة دي إنه قط اللبس شيء مهم جداً ولو انتو نجحت في قط اللبس هتقدروا توصلوا بالنجاح ده من قط اللبس للملعب وده اللي حصل معنا اللي حصل دروب في السنة اللي احنا وقعنا فيها كان برده بسبب حاجات بقى ما ينفعش اتكلم فيها لا ليه لا ممكن اتكلم هنا في اي حاجة مش موضوع اتكلم في اي حاجة انا برده مسؤول انا مسؤول عم فريق انا بالعب مع زمايلي في نادي كبير جداً ونادي ليه تاريخ ونادي عزيم ونادي ثالث الاندي المصرية حصوراً على المطلاط بعد أهلي وزمالك فانعارف قيمة النادي اللي انا فيه ففي تفاصيل صغارة تفاصيل اللي انا استفاد بيها بعد كده في شغلي لكن ما ينفعش اتكلم بشكل عام فيها في تليفزيون لكن النجاح لي اسبابه والفشل برده بيكون لي اسبابه يعني فالسنة اللي احنا وقعنا فيها كان فيه كزع عنصر حصل تأثير في العناصر دي دي اثرت علينا بالسلب فالسنة اللي فاتت فاضلنا الموسم كله ونعاني لكن الحمد لله برضو عشان اللي انا بقولك عليه إدارة مع جهاز فاني كان محترم مع لعبين بيحبوا المكان اللي هم فيه اشتغلوا بشكل كويس جداً قدرنا نخرج من مركز متأخر في الدوري وبنصارع على الهبوط من مركز تامن في الدوري وعندي الثقة دي برضو ان شاء الله ان احنا ما نعدش فترة طويلة في الظروف اللي احنا فيها هنقدر نخرج واتمنى ان يبقى فيه في كل مكان حد مسؤول بشكل جيد احنا عندنا المهندس في عمر عدد الرجل ده بيقوم بدور كبير جداً لكن لازم كمان ناس تساعد الرجل ده بشكل كويس جداً ان زي ما قلتلك الكورة مش كورة فقط او شغل فقط لا فيه ادوات كتيرة جداً لازم توفرها عشان تنجح عايز تنجح لازم توفر الادوات دي كلها ليه الناد اللي اهني بياخد البطولات اللي بياخدها كلها لو دخل بسوعة بطولات في الموسيم بيحقق ستة او خمسة لانه عنده اكبر عدد من الادوات لو عشر ادوات بيقدر يحقق منها تمانية جمهور مع ادارة مع امور مادية مع لعيبة جيدة جداً مع شعبية في الوطن العربي بشكل كبير جداً كل دي ده وافع بتقدر تحقق ترجة اللي انت عايزة عشان كده هتلاقيه مختلفة مشاهدين هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية موسيقى تجينا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومكملين مع كابتر حسن الشابي بتلعبت بقى مع نجوم كبار جداً يعني خلال مسرتك الكبيرة جداً مين اللي حدد دلوقتي يسا قريب منك وبتتواصل معي؟ لا كلهم كلهم؟ لا مستحلي بقى كلهم كلهم بلا استثناء يعني كل الناس لان خلال بالك انت في مجال الكورة او في اي فريق بتلعب فيه بيبقى ليك جروب كده الجروب ده ممكن تتدخلوا سريع مع بعض تخرجوا تروحوا مكان مع بعض فانا الحمد لله في كل فريق لاي عدد كبير جداً من زمايلي انا اجتماعي بشكل كبير جداً بحب زمايلي جداً اي حد من زمايلي الحمد لله وازعم بده يعني ان بيبقى فيه عنده مشكلة سواء بر الكورة او في الكورة بيلجأ لي واعتقد ان انا بكون قد المسؤولية لان انا بحب زمايلي جداً وبحترمهم جداً وعارف ان انتي عارفة هي رحلة قصيرة مش هنطول فيها او فمش هتفضل حاجة غير سرتك او اللي انت بتعمل هو ده اللي هيبقى باقي فانا بحاول بقدر الامكان ان انا ما اتأخرش عن حد من زمايلي فعلاقاتي في الوسط الكوروي كبيرة جداً جداً يعني اتعملت مع لعيبة كبيرة جداً من اهم اللعيبة دي في فترة لانا كم انتقضتها في الانتاج الحاربي طبعاً كابتن شاوي غريب كان مدير فاني فاجاب لعيبة محمد ناجي جدو محمد زدان محمد فضل محمود عبد الحكيم همير عبد الحميد محمود فتح الله صلاح امين مش عايز انسى حد لانهم كلهم اسماء كبيرة جداً لو اتكلمت في تحديد اسماء الناس كلها تزعل مني لان انا باقولك انا الحد مبرح بالليل وميسي جداً هانت عما بقى لا مش زعل ولا انا الحد مبرح بالليل مثلاً باكلم فضل يعني محمد فضل فتح الله قبلها بيومين كان بيكلمني صلاح امين طول الوقت بنتكلم تتكلمه في ايه بقى بنتكلم في كل حالة بنغذر بنتحك بنتكلم في الكورة فضل طول الوقت طبعاً فضل الدم وخف جداً وفضل من اكتر الشخصيات اللي انا تعلمت منها حاجاتkil فضله وفتح الله وامير عبد الحميل dona انا تعلمتهم منو حاجاتكثرة جداً بس على المستوى ده في الشغل في الكورة على المستوى الانساني فضل تعلمت منو حاجاتكثرة جداً ودي حاجة للامنة اللازم اقولها انا مقيتها قبل كده بس لازم اقولها محمد فضل مر بظروف صعبة جداً في حياته صعبة جداً ومعظم الناس عارفينها وفاته وأخته و بعد كده والدته و بعد كده باباه و بعد كده إسماعيل و ربنا يرحمه و ابنه فكل المواقف دي مواقف صعبة ما تهدش بين آدم أو تكسره تموته طبعا يعني من المواقف اللي أنا لحد النار ده مأثرة فيها جدا فضل كان أي مشكلة بأكلمه وبأخذ رأيه فيها لما كن فيه مشكلة بأكلمه بيقولي على رأيه بمنتهى الأمانة وجدعة جدا فبعد وفاة إسماعيل بفترة قليلة أنا بتسأل على فضل عشان أطمن عليه كنت معاه فترة دي على طول لكن بأكلمه وبعد عشان أطمن عليه والله العظيم يا روزان زي بيقولك كده عادنا نتكلم حوالي ساعتين في طول الساعتين أنا باتحك قاد بي بتكلم معي وأنا عارب باتحك فبقيت مستغرب جدا رجل يتكلم مع رجل صاحب وتين ساعتين لا مستغرب بقى الطاقة اللي جواه والباور اللي بيدهولك والأمل اللي بيدهولك حتى لو بشكل غير مباشر مش عايز وصلك ان انت تشيل همه لا اتبسط وعيش حياتك ويتكلم معاك في تفاصيل كتير جدا فدي من الفضل من الشخصيات اللي أنا متأثر بقى جدا واتأثرت بقى جدا في حياتي ومن الشخصات اللي أنا بحبها جدا لكن في زمالي كتير جدا في النادي هنا أو عمري فاتحي بره الكور كان معايا في سموحة محمد حمدي زاكي هنا محمد سمير لا أنا كل قلقتي بالكل الوسط قوية جدا فمش عايز أقول لأسماء لأن اللي قلت أسماء هزع على ناس كتير جدا مني خياني نتكلم شوية في رمضان يومك في رمضان تعمل اي من اول ما بتصح لحد ما بتثنك يومي في رمضان ببقى مهتم بال زي ما بقولوا كده اللي هي الشعائر الدينية أكتر لأنه شهر واحد فببقى تركيزي كله في رمضان الاهتمام بالشعائر الدينية كلها لو فيه تمرين أو حاجة بقضي التمرين يعني أنا من الناس اللي بتيجي قبل التمرين بساعتين وممكن أمشي بعد التمرين بساعتين في رمضان لا بحاول بقدر الإمكان إن أنا نقدل التمرين حقه في الوقت بتاعه بعد كده برجع البيت يعني يمقى وقت كله في البيت والمسجد يوم قليل أصب لأن المسجد لازق في البيت فوقتي في رمضان المسجد والبيت طول الوقت يعني لو فيه تمرين بخلص تمريني وأرجع على طول أنت من اللعيبة اللي بتحب تلعب وانت صايم آه جربتها كتير جدا وفي رمضان مستحيل هفتر طبعا يعني حتى لو فيه مبارات بس ده ما حصلش في الدار والمتاز قوي يعني ممكن مرة أو اتنين لكن في الدرجة التانية كنت على طول بلعب وانت صايم آه فيه أيام بصوم فيها اللي هو النوافل بصوم فيها لما يكون فيه ماتش ودي أو تمرين بتعامل عادي يعني هل في حاجة معينة في رمضان بتستناها يعني آه مستني رمضان عشان حاجة معينة أو مستني عشان دي العزومات اللي في رمضان بصراحة بس كده آه عزومات بس يعني أنا بعيد عن الشعائر خلاص بس لا مش أكل مش موضوع أكل أنا شخص أصلا مفيش علاقة علاقة بالأكل غير جيدة خالص يعني علاقة بالأكل وحشة جدا يعني لا علاقة بالأكل زيرو علاقة بالأكل وحشة جدا ليه؟ كده يعني الموضوع ده ما بيشغلنيش قوي مش دواق يعني ولا فيه أكل معين بس والله العظيم باكل حاجات واكتشف في الآخر إنها حاجات تانية والله بجدد طب مراتك فين؟ ولا ما بتعتحك على الحاجات دي يعني مثلا انت قول لي مرة والله بجدد كانت عامل لي أكل معينة فقالت لي يا رايك في الفراخ حلوة قلت لها تحفة حلوة وهي طلت في الآخر أرانب ما عادي؟ يعني عمري في حياتي من أول ما تجوزت الحد دلوقتي ما عملت مشكلة على الأكل لا في بيت مامتي ولا في بيت آه ما خالص يعني الموضوع ده علاقتك ايه بالسوشال ميديا؟ آآ يعني ناشطة في الفترة الأخيرة على السوشال ميديا من وقت ما بدأت أكتب حاجات معينة وبدأت تنزلها فبدأت لقيت تفاعل قوي جدا معا بتكتب ايه؟ آآ مش عايزة مشيها شعرية بس أنا بكتب حاجات مواضيع اجتماعية مواضيع اجتماعية عملت كذا حاجة واللي الحمد لله لقيت اليوم مرد فقلي قوي جدا وصدا كبير جدا شايف نفسك بعد لعب الكورة ممكن تلجأ الموهبة دي موهبة الشار يعني ممكن يبقى عندك استوديو بقى احب الشغل قوي مش من نوع اللي هو لو عندي حاجة وطلعت له النور والناس رحبوا بيها هدخل بيها دي في الفقرة دي هسألك اسئلة سريعة جدا هتجاوبني عليها وتكون إجاباتك من اللعيبة المحلية اللعيبة المحلية مين صاحب أقوى تزديد أقوى تزديدة آآ حالين ولا قبل كده لا بشكل عام بقى رح مطسط حالة مين أحسن واحد بيرقص فقط اللبس بيرقص صلاح أمين أحسن اللعيب بيعرف يلبس أو ستايله بالنسبالك تمام قوي كلهم مجوش بصراحة كلهم مجوش مجوش ممكن محمد سمير معانا ومحمد حمد زاكي دول ممكن الباقي كله أحمد الشيمي في ناس كده بحب لبسها يعني طيب مين أسوأ العيب بيلبس أيام ما كان معايا بيلعب معايا كان محمد فاضل ودلوقتي؟ دلوقتي محمد فاضل هينفخني خليبالك مستنين عند البدد بعض دلوقتي أسوأ حد بيلبس أمير عابد يعني بيلبس لقس مش لق عليه عماما أمير عابد ما فيش فايدة أمير عابد طيب أكتر لعيب دم وخفيف أكتر لعيب دم وخفيف والله في لعبة كتير بالدح يعني صلاح أمين ده مش طبيعي مش بنا آدم فادينا جياح دم وخفيف جدا برضو من الناس اللي بيتدحكنا جدا يعني مين من اللعيبة عصبي جدا ممكن يعمل تصرف جنوني جنوني تتفاجأوا تقولوا إيه ده زي عمل كده؟ عصبي؟ أمير عبد الحميد ممكن يعمل أي حاجة محدش يتخيلها أمير عابد حميد مش طبيعي حصل قبل كده حاجة كده؟ اه طبعا كتير ما أنا بقولك مش عايز بقى طلع للحاجات دي بقى لا 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 هنطلع أمير عابد حميد أطيب مخلوق على وجه الأرض طيب جدا بس لو هو تعصب ممكن يعمل كارثة ممكن يعمل كارثة بجد لكن هو شخص طيب جدا وأنا بأحبه جدا اي نوع الكارثة يعني؟ قولينا مسلا كارثة حاصل ممكن يضرب أي حد بيدرب طيب مين أسرع واحد في الملعب أسرع واحد في الملعب عندنا لويس هنستروزا ده طيارة مش طبيعي برضو من اللعيبة المصرية اللي سريعة جدا كريم طارق سريع جدا من اللعيبة السريعة جدا أحسن حارس مارمو من وجهة نظرك كل ديه طبعا من وجهة نظرك في مصر؟ الشناون محمد الشناون ده رقم واحد في مصر لكن في حراس كويسين جدا موجودين لكن أنا شايف أن الشناون أفضل حارس أبو جابل حارس كويس عامل عامل حارس كويس أبو الصعود عندنا طبعا فقرة الصراحة بصراحة أمتى آخر مرة عيطت؟ آخر مرة أنا من الناس اللي هو دمعيتي بعيدة جدا يعني صعب أن أنا عيط آآ مش فاكر بس آخر مرة افتكرها يوم ما أمي دخلت عيني مركزة وكانت تعبانة جدا دي أكتر مرة حسيت فيها أن أنا مكسور بجد بس لأن أكتر حد بي وجعني فعلا أمي فدي أكتر مرة في يعني بس من زمان جدا ربنا يدى الصحة ببارك في عمرأي من المرات اللي كانت صعبة عليها جدا بصراحة مين من اللعيبة شايف أنه لا يصلح أن يكون لعيب كرة قدر؟ لا أنا مش ما فيش حاجة يسمعها أس ما إلا هيصلح أن يكون لعيب كرة قدر أنا مش مقتنع بدا أنا مقتنع أن فيه مدير فني بيصلح بشكل فني لا ممكن أقولك فيه لعيب امكانيات وهيلة لكن في الفترة من الفترات هو ظلم سواء فنيا أو هو ظلم نفسه أو الجهاز الفني ظلم ممكن أقولك كده لكن لا لعيب الكرة بيتغير هناك متغيرات في الكرة طبعا أنت شايف أنه هي بس بسبب فرص فرص واستغلالها بشكل بتستغلي الفرص دي بشكل عامل إزاي الأدوات اللي حريك بتساعدك ولا لا الظروف اللي أنت تحطيت فيها بصراح أوصف طفولتك بكلمة من الثلاثة قسوة حرمان ولا راح لا قسوة مش حرمان لأن أنا أمي على قد إمكانياتنا ما بتخلينش عايز حاجة في حدود قسوة ظروف مادية قسوة ظروف مادية لأن إحنا مرنا بظروف صعبة جدا 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 قصة يعني قصة لو اتحاكت عجيبة مأساوية قاسية لكن الحمد لله استعلمت منها استفدت شفت حاجات كتير قوي كويسة في وسط الظلمة دي حاجات كتير كانت بتنور بكمالة معها لحد النهاردة فهي نسميها قسوة مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم مرتا موسيقى موسيقى شاهدينا رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ونكملين مع كابتن حاسم جاهز نكمل الصراحة بصراحة مدرب شايف انه ظلمك وبقى بلاش إجابات دبلوماسية بص مع ان انا بحبه جدا وعلاقتي بيه قوي جدا بس انا احنا على الفترة انا دي الفترة وخلي بالك دي الفترة الوحيدة اللي انا ملعبتش فيها بشكل اساسي مع ابويا طبعا وبحبه جدا انا كابتن شاوي غريبة بس انا فعلا فنيا ظلمت في فترة دي بشهادة الجميع بشهادة زميلة بشهادة جده وفتح الله وصلاح امين ومحمد فاضل وامير كل الناس اللي كانوا حولي وكانوا بيتكلموا مع كابتن شاوي فالفترة دي انا ظلمت في انا كحسن كنت اقول لهم لا انا مش مظلوم مافش مدير فنيا شايف ان العبدة هيكسبه ومش يلعبه فعلاي ان انا اشتغل اكتر فكنت باشتغل اكتر لكن دايما كنت بسيب الرأي الاخر ليه مؤمنة مش ليه بصراحة سر محدش يعرفه عنك خالص وهتصرح بالنهاردة حاجة عملتها بقى كارتا حصلت حاجة محدش يعرفها انا عندي حاجات كتير بعملها بس بيني وبين ربنا ايه منفعش اتكلم فيها ايه ممكن زوجتي متعرفهش اللي هي اقرب شخص ايه امي اللي هي ما بخبش عنها اي حاجة في الدنيا في حاجات بيني وبين ربنا ففيه حاجات ما ينفعش اقولها حاجات انسانية ايه طيب بصراح خبيت على امراتك حاجة قبل كبه لا انا كتاب مفتوح بالنسبة لها طيب في الفقرة دي هقول لك شوية مواقف كده وهتختار في كل موقف هتختار مين من اللعيبة يبقى معاك في الموقف ده لو بتنقل من بيت لبيت هتكلم مين يساعدك من اللعيبة حمد زكي على فكرة هو اجاوب نفس السؤال والله انا احنا مع بعض فأكيد هيجاوب نفس لو رايح حفلة 5 ستارز ولعيب واحد بس اللي هتاخده معك هيكون مين 5 ستارز لعيب ولا حد ممكن بره لا 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 لعيب كورا لازم يكون لعيب كورا اخد معي ممكن يكون بطل بس مثلا اوه عادي جدا اه اه امرعب حميد لاني احبه جدا 5 ستارز اه امرعب حميد حيب لو نفس الحفلة 5 ستارز و هتروح ومش معك بدلة هتاخد من مين بدلة شياكة بقى اناقها وكده تقوله انا عايز بدلة من عندك بس مش مقاسي لا يعني مش شارطة خالف يعني هنتخيل ان هو ده اللي ستارز اللي انت عايز تاخد منه البدلة اه انا ممكن اقول حاجة يعني اه ما اعتقدش انا في موضوع ده صعب جدا انا دقيق جدا في موضوع لبس ده دقيق جدا في موضوع لبس صعب ان انا اقول لحد عايز حد طيب مسافر عشان تغير جو وتفصل هتاخد من معاك يغير لك موضك ملكورة برضو اه اه ملكورة كلها لعينة كورة فيه ناس فيه مثلا شكري نجيب لا 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 واحد 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 بس خليني اقول تظلمين انت بالقسيرة دي هايزعلوا مني كلهم اصلي انت عارف انا باطلع معاهم اتحيزعل برنامج لايف كله بيجاوب لما بنطلع مكان غير جو انت متخيلة ان بيبقى فيه اسرة او اتنين مع بعض احنا بنبقى 15 اسرة مع بعض ايو بس انا دولتي بقولك انكيس انت عايز تفصل مخلوق وعايز تسفر للفصلان فشخص واحد بس هيكون معاك وغلاوة شهر رمضان تعدي الجملة هايزعلوا مني كلهم لا هنقول شخص يا كبت الكفاة دبلوماسية حرام هروح مع انا ما قلت الشكر نجيب هاخد شكر نجيب لا لا يعني شكر نجيب او شريف اشرة اه شكر نجيب او شريف اشرة طيب عايز تخرج خروجة رومانسية كده انت ومراتك وهتسيب ولادك في البيت هاتكلم مين يجيب مع ولادك اسيب بولادي بس سيبهم دلوقتي مع بعض لا هتكلم مين بقى من اللعيبة من اللعيبة ممكن ممكن مع حمدي يحبو حمدي جدا حتى ابن سوال هيقعد معاهم فعلا كندوقيت اه ده ممكن اعمر كاميرات خلي بالك يعني اي حاجة اعمل اي اعمل اي اعلم اي اه اصلوه صعب في اللعيات بيخوفوهم اه طريقك لمعتش مهم جدا وعربيتك عطلت هتكلم مني الحركة هتكلم عمر فتحي اممممم فتح اعممممم اشكل شكل ايض حمدي اه ممكن اتكلم بسم علي ممكن بسم علي جدع جدا جدع قوي راجل قوي لو كلمته هلأقيه بصراحة بسم علي شخصات الجميلة يعني أصلا يعني مفيش وقت جدا جدا يعني لو بتقولي بسم أنا في أزمة هلأقيه جام بيه طيب ماتش هتختار في حد يلعب مكانك نفس مركزك وهتبقى واثق جدا انه هيؤدي نفس أدائك وأحسن مين هيكون مين؟ أي لعب كرة محمل عبدالشافي حمل عبدالشافي طيب مدير أعمال هيدير كل شغلك يمسك حساباتك الخاصة ويرد على الناس بدالك هيكون مين؟ لو في الكرة آه في الكرة في الكرة أعتقد أنجع واحد في الحتة دي مع أن أنا المفورد أنا اللي اشتغلوا للشغلان دي يعني محمد فضل شاطر قوي في الحتة دي شاطر قوي ومنظم ومرتب ومثقف وبيعرف يتعامل أهل ثقة يعني طيب اتحبست في الأسانسير لمدة عشر ساعات وحد واحد بس اللي هتكلمه في الموبايل هيكون مين؟ رامي صاحبي رامي أوائل بل صاحبي برا الكورة لا أقول في الكورة في الكورة؟ في الكورة عشر ساعات عشر ساعات كتير أولا صعب مش هلاقم مش مجمع حد يقدر ينقذنا من المواقب ممكن تعمل إيه لو أنت عاد عشر ساعات أنا تحطيت في مواقب بس مش عشر ساعات تحطيت في مواقب صعب جدا في الأسانسير وكانت مراتي حامل في التوقيت ده والأسانسير أعتل بينا في النص كان في مكان كده نطلع منه بس ولو الكهرباء رجعت ممكن يحصل حاجة ساعات الصرف روحش جدا إنك طلعت من الحتة دي وخرجتها من الحتة دي وبعد كده الكهرباء جد فالموضوع كان صعب جدا موقف صعب جدا طيب الفقرة دينا معي ثلاث كروت كارت أصفر بتدي المين اندار في الوسط الرياضي؟ اندار في الوسط الرياضي؟ انت عايز تبطليني كورة ليه؟ لا لا خالص والله والله خالص الناس ستأخذ الحلقة دي فور فن هو مش لشخص بعينه بس اعتقد المنظومة ككل ماذا؟ عايزين نرجع نفسنا نحن عندنا مصر تقدر تطلع حاجات أحسن كده ممكن نكون في مكان أحسن نهارده بحلمنا نسعد كاس عالم مجرد حلم تسعد كاس عالم لازم يكون ليك باصمة كاس عالم بص للفرق التانية والمنتخبات زي منتخب الجيكا لما صنع منتخب على المدى البعيد بعد عشر سنين كانوا ينفسوا على كاس عالم انا نفس في ده احنا بجد مصر أكبر بين كده بص اللي بيحصل والتطور الرهيب اللي بيحصل في مصر احنا في المجال الرد مش بنفس الكفاء مش مش ماشيين في نفس الخط بالتوازي وده صعب جدا لأ مصر تستهل أكتر من كده كارت أحمر بتطرد ظاهرة ايه من الملاع؟ تعصب تعصب شجع الفريق اللي انت عايز تشجعه وبتحبه وانا بجهز لحاجة ان اكتبع عن التعصب لان الموضوع ده مستفز جدا شجع براحتك وحب فريقك براحتك لكن اوعى يبقى فيه تنمر او تعصب لان التعصب مرتبط افكار كلها مرتبطة بعضها افكار سيئة تعصب مع تنمر مع سوء اخلاق كل ده مرتبط ببعضه بيوصلك في النهاية الحاجة مش حلوة مش لطيفة ودلوقتي ما بقيتش لعبة هي بقت عمل بس عمل عمل الناس بيبقى طرفيه بالنسبة للناس فما ينفعش ناخده من الهدف ده الى هدف اسمى الى هدف اسوأ يعني دي حاجة صعبة جدا اتمنى ان الزهرة تنتهي في ظهرت التعصب كارت اخضر بتدعم ايه في الرياضة بشكل عام و حاجة نفسك تعملها في الرياضة بقيد عن الكورة انا نفسي انا شايف ان العيب الكورة بجد مظلوم جدا العيب الكورة بيبطل الكورة بيمد ايده وعن تجرب انا شفتها قدام عيني ولعيبة لعبة اهل وزمالك ومنتخب مصر بجد الزهرة صعبة جدا اتمنى ان انا اتبنى بعض الافكار مش فكرة واحدة والافكار دي عندي ومسجلها بعد ما بطل الكورة اتبنىها وهقاتل وهدزل كل ما املك ان انا الافكار دي ان انا اتطبقها على الارض الواقع ان شاء الله لكن كلها ظاهر ايجابية لصالح الرياضة والصالح ازاي التنمو وترتقي بفكر اللاعب واخلاقه لان اللاعب ده انا في ناس كتير بتاخده قدوة دلوقتي زي ما فيه مطربين وممثلين واقامة مساجد وشيوخ ولعب الكورة الناس بتاخده قدوة فلازم تكون عند قدر من الاخلاق اللي تقدر توصله للناشئ او الطفل الصغير اللي عايز في يوم الام يبقى شبهك لازم يبقى شبهك في كل حاجة فبدايتها بتبدأ بالاخلاق ده اللي انا نفسي انا ميئة او اطوار طيب اخر فقرة معنا النهاردة هسألك اسئلة عامة هتجاوبني اجاباتك وبعدين هتطلع على الموبايل تكلام حد قريب منك جدا ونسأله نفس الاسئلة اللي انا هسأله لك وهنشوف اجاباته زي اجاباتك او لا اه زيره ان شاء الله لا لا مش زيره ان شاء الله لا اكتر اكلة بتحبها وعادي لو هتاكلها كل يوم اسئلة عامة ماش اوكي انا اكتر اكلة باكلها مش بحبها يعني اكتر اكلة باكلها الخضار السوتيل فراخ مشوي سلمون سلطة ده اكتر حاجة باكلها يوميا ممكن ما زهقش منها لانه حاجة صحية جدا بالنسبة لي لكن اكتر اكلة انا بحبها ممكن بسيلة بالجازر باللاحمة دي اكتر حاجة شوية انا مش من الوقت الاكل قوي بس لو هتاكارن يعني ممكن دي ممكن عكاوي بس كل فين كل ثلاثة شهور مره ماذا عنتك فرصة تختار لعيب عالمي تفتر معاه ولعيب قديم تفتر معاه مين اللعيب العالمي ومين اللعيب الادم لعيب عالمي افتر معاه كريستان رونالدا انا شخصيتين انا بحبهم جدا في العمل كريستان رونالدا وجوارديولا اللي هم مدرب المان ساتي وبرشلونا دول اكتر شخصيتين انا حاسس ان عندهم حاجات كتير اول مختلفين بيبتاكروا في شغلهم بيتطوروا نفسهم شكل جدا فدول في المجال الرياضي بيبهروني السؤال الثاني لعيب قديم لعيب قديم ابو تريكا ابو تريكا بحبه جدا لو كنت ممثل كان ممكن تمثل دور ايه امثل دور ايه في مسلسل معين او فيلم معين مش مسلسل معين لو انت مش فاكر او فيلم ممكن مثلا تاخد طريق ممثل مين عاجبك ممثل بحب الحاجات اللي فيها انسانيات اكتر او مشاكل حد مش مجمع صراحة اسئلتك برضو عاجيبة شوية و بتفاجئني بيها فمش محضر لها فمش عارف مش عارف يعني يعني مثلا احمد رمضان احمد الساقة اكشن مثلا احمد الساقة احمد الساقة بس انت لو انت دور انت اللي هتمثله فهتاخده من الكاركتر دي هيكون مين ممكن احمد الساقة يعني بعجبني تمثيله بشكل عام و ادواره و مواضيع اللي يتناولها او ان كان فيه بعض المواضيع ممكن ما تعجبنيش فيه ممثلين الكتور بيحطوا بيحطوا مواضيع مهمة جدا زي يوسف الشريف فبحس الحاجة اللي فارس هلا احبها جدا انا كنت فاكرة هتقوللي يوسف الشريف او يوسف الشريف اناولتلك اسم او يوسف الشريف الناس اللي بتقدم برضو رسائل كويسة جدا فاي حاجة فاها رسالة احبها بصراحة بس برضو انا بحب خارد النابو جدا خلا اخوش فيه احنا مناش علاقة بالحب قدمة انك شايف نفسك في الكاركتر او الكاركتر اللي فيها رسالة اي كاركتر في رسالة ممكن احب يعني هل ماشيها يوسف الشريف لو تفتح محل اكل هتفتح محل ايه اكل اي حاجة فاها يعني اكل صحي اي حاجة فاها اكل صحي طيب ريال مادريد والبرشلون اه ممكن اقول حاجة تانية او لازم دول لا هنختار من دول اختار منهم خلينا اقول برشلون عشان انا كنت بحب جورديولة جدا فمرتبط دي برشلونة امان سيتل معاين اول حد بتكلمه لما تكون متضايق امي لما الدنيا تبقى مظلمة خالص وبمر بحاجة صعبة جدا اول حد او اي حاجة بتحصل لي او اسمع خبر وحش اول حاجة بتكلم امي انت كويسة كويسة خلاص انا خلاص كل حاجة بقيت كويسة مين بيغلبك في البلاي ستيشن عمري فاتحي صاريح جدا لما بتكون عايز تفصل بتعمل اي تخلوق بقى مش توقع حد اه دي حاجة دي عندي معروفة ممكن تلاقي معظم زمائل عارفين بتوضى وصلي دي اول حاجة بعملها بكون خلاص الدنيا خلاص وحاجة لازم انا اقوم معملها يعني بقوم بتوضى واقفل على نفسي وصلي دي بيت برتاح جدا يعني بحس ان انا فصلت بجد وفقت ومهما كان الموضوع او المشكلة كبيرة جدا بحس ان هي قليلة او المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي من وجهة نظر انا المدرب الاجنبي ليه؟ عشان المدرب الاجنبي زي ما قلتلك ملمة بتفاصيل كتيرة اكتر من المدرب المطري ملمة بتفاصيل كتيرة جدا متفضل هنكلم دلوقتي حد طلع الموبايل تكلم حد بتحطه سبيكر تسألكم الاسئلة الاسئلة بقى الاسئلة اللي هي عندك دي من اول فين؟ من بعد الخط طب انا هكلم مروتي يعني عشان دي ممكن اكتر حد ممكن يعني تنصفني شوية من اول هنا كده اكتر اكلة متحبها ايو من بعد الخط ده وهتكمل كيو كارد اللي بعد بني يسطر بقى لا لا ان شاء الله هيسطر ان شاء الله ده بروتك لازم تجاوب كله صح انا مروح انه بقولك مش هتجاوب كله صح هي هي ده براه صح هلو احبابتدي يلا اخبار؟ اما في البيت؟ طب بصي ما عليش انا في برنامج كده في قناة النادي الاهلي تمام؟ هسألك كده اسئلة اسئلة دي متباين فيه توفق كده وانت عارف عني حاجات بصي اكتر اكتر اكلة بحبها ولو هاكلها كل يوم يعني اكتر اكلة بحبها والاكلة اللي هاكلها كل يوم ماذا؟ أنت لا ترى لك في الأكل عمدني حسناً، حسناً، لكن أكثر أكلها؟ أكثر أكلها كل يوم؟ أو أحبها؟ يعني، أحبها الخضار السوتي والشالة باسك؟ أول سؤالي عندي أحب عليك حسناً إذا كان لدي فرصة أخطار لعب عالمي أحبه مثلاً أفطر معاه، سيكون من؟ أكثر لعب أحبه بره بره؟ أو أنا منباهر بشخصيته؟ مين؟ أكثر حد أنت تحبه فعلاً يعني تتفرجه دائماً على فيديوز بتاعه ومدرب اللي هو منشاستر سيتي بتاعه ما هو كورتي روني برافو عليك، هذا مدرب، لاعب بقى؟ جذب جذب صح، لاعب؟ تقريباً زين الدين زدان زين الدين زدان؟ نمشيها يا لب نمشيها، ميش، أنا قلت رونالدو يعني، ميش طيب، لو لعب مصري قديم، بطل كورة، أفطر معاه، مين؟ أبوتيكة شاطرة، برافو عليك، عشان عارفة أنا بحب أبوتيك لو أنا كنت ممثل، كممكن أمثل كاراكتر بتاع مين مثلاً؟ لا، أنا شو أينيين؟ لا، كان مفيدة أوافقة، ونفسي أسألها من ربتش علامة، مش عارفة يعني تمثل مين، ولا أنت شخصيتك شبه مين؟ يعني لو هعمل كاراكتر مثلاً، دور أدوار مثلاً؟ أو الممثل اللي ممكن أروح له شوية؟ أو يعجبني أدواره شوية؟ حاطرة، الممثل، الممثل بتفرج عليه؟ هديك اختيارات ولا لا؟ ينفع اختيارات؟ أه، أحمد الساقة، محمد رمضان، يوسف الشريف يوسف الشريف طب برافو عليك شاطرة، لو هفتح محل أكل، هفتح محل أكل إيه؟ أكل هلسي طب برافو عليك شاطرة، أنا من كيلة تم خلاص؟ لا، كده شاطرة، طب لو هشجع ريال مدريد أو برشلونا؟ هل تغلب لها؟ أول حد بكلمه لما يكون مخنو وأولى مشكلة والدنيا مش لطيفة ممكن تقول لك أنا? ماما ماما ما مامتك إنت أو مامت أنا؟ ماما إنتا اماما أحب؟ برافو عليك، شاطرة مين بيغلبني في البلستيشن من زمايلي؟ بس هو بذلوقات لا يلعبش كورة هل تتغشي حكى؟ برافو عليك لا لا عشان لو قلت لها كورة ما حدش بلع مقابل استيشن من العديد الكورة عمري فاتحي برافو عليك شاترة لما بكون عايز افصل عندي مشكلة كبيرة جدا ومش طيق حد بقى ولا طيقك ولا طيق الحد في البيت ولا طيق العالم بعمل ايه؟ بس بأمانة عشان متورطنيش يعني ما تقولش بقى بيتكسر البيت ويتعصب لا لا احنا ندخل يعني بتصلي يعني بتقعد معناس كده في القوضة وبتصلي برافو عليك شاترة طب انا لو باختر للمنتخب الوطني مدرب اختر مدرب مصري ولا مدرب اجنبي؟ اجنبي برافو عليك عشان انت عارف ان انا بشرح في المصرية على فكرة هي ممكن تطلب اي حاجة وانت هتجيبها لما تروح بصي يا روزان دلوقتي قالت هي نجحت في الاختبار فاطلوبي اي حاجة وانا اجيبها لك ان شاء الله تفضلي يا روزان شكرا يا حبيبتي يعني تسعة من عشرة برافو عليك يلا باي 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 نورتني جدا يا كافتر مبسوطة جدا بالحوار معك شخص عائل جدا بس اتبسطة جدا بالحوار معك عايز حاجة بقى تقولها في الاخر حاجات تقولها بشكورك طبعا ونورتونا هنا في نادي المقول العرب بشكورك وبشكور قناة النادي الاهلي ورمضان كريم على الامة الاسلامية كلها واتمنى ان الرسالة من الحلقة توصل كل واحد فينا دور بيوصلوا اتمنى لو خدنا من الحلقة كلها رسالة ان احنا نقضي على التعصب بتوابعه فهنبقى عملنا حاجة كويسة جدا يعني فاتمنى ان الناس كلها تحبوا بعض وتحترم بعض وتقدر بعض ورمضان يكون على الامة الاسلامية كلها كله خير وسعادة ان شاء الله شكرا جدا مشاهدينا كده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع النجم كابتن حسن الشامي اشوفكم في حلقات تانية جديدة مع نجم جديد